ما زال القرآن يغزينا وما زال القرآن يبنينا في شهر القرآن وفي شهر الصيام وفي شهر المحبة وفي شهر الخيرات وازاي كمان في الشهر دات ما نكونش مهتمين بالعلاقات وعشان كده احنا ابتدينا من حلقتين نتكلم عن الملف الرابع من ملفات بناء القرآن لنا بعد ما تكلمنا عن ملف بناء الزات ثم بناء الأسرة ثم بناء العمل والآن بنتكلم عن بناء العلاقات واتكلمنا على أول لبنة كانت في بناء العلاقات وكانت لبنة التقبل وكانت اللبنة التانية بعد كده وكانت قيمة أساسية مسألة التقبل دي هي وده المفتاح وده الباب اللي بيتفتح وقرآن علمنا أنه ده الباب اللي بيتفتح عشان نقدر ندخل فيه على العلاقات وكان الباب التاني بدل خلاص دخلنا ساحة العلاقات لازم كلنا نكون على قدم المساواة فلازم العلاقات تتبني على السواسية النهاردة بقى وإحنا في الجزء الثمنتاشر نشوف القرآن بيعلمنا إيه بيعلمنا حاجة مهمة جدا قيمة مهمة جدا العلاقات من غيرها تضيع العلاقات من غيرها لا تستمر هو ذات اللي بيخلي العلاقات عفية هو ذات اللي بيخلي العلاقات قوية هي اللي بيخلي العلاقات متماسكة هو اللي بيخلي العلاقات تدوم حاجة مهمة جدا جدا ولو اختلت القيمة دي في العلاقات العلاقات دي تفسد النهاردة بنتكلم عن قيمة مهمة في بناء العلاقات بيعلمها القرآن الكريم وهي قيمة أنا حبيتها سميها التشاركية اللي هو التشارك ما بين الناس في العلاقة الوحدة فطرى ما احنا متساويين يبقى لازم نتشارك يعني ايه لازم نتشارك لنهاء الجزء الثمنتاشر من القرآن الكريم في الآية رقم 62 من سورة النور ربنا سبحانه وتعالى بيقولنا وبينبهنا إلى مسألة التشاركية في العلاقات فيقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إذن بدل هم في أمر جامع يبقى لازم يكونوا مع بعض لازم يشوروا رسول الله ولازم يستأذنوا منه قبل ما يتحركوا يستأذنوا ليه؟ لأن العلاقة قائمة على المشاركة وكل العلاقة والعلاقات بالأساس لازم يبقى لها أصول وأسس ونمشي عليها وما ينفعش يبقى واحد ماشي واحد مع حد في علاقة وفي لحظة كده يطلع في دماغه فيقول لي شريكه خلاص نفضها السيرة وروح واخد بحضه وماشي وسايبه ونسيب شريكه يغرأ وما يسألش فيه لا دي مش علاقة دي طوريطة يبقى ما فيش علاقة بتتبني بمجود شخص واحد في العلاقة لازم فيها إيدين دايما بقولهم العلاقة عاملة زي الكهان لازم يحتاج إلى إيدين يمسكوا فيه تفاصيل العلاقة دي عشان العلاقة تكون قوية والعلاقة تكون عفية ما تكونش العلاقة فيها أي نوع من أنواع العجز أي حد ما بيشاركش في العلاقة يبقى العلاقة دي تبقى العلاقة دي عاجزة فالعلاقة لابد أن أطرافها يتشاركوا في بناءها من أول خالص في بناءها في مفتنميتها لازم يتشاركوا من أول لحظة عشان العلاقة تكون عفية في بناء العلاقات وفي تنميتها وفي السيانتها بعض الناس في العلاقات بتشوف حوقها هي وبس وتفضل تقول مثل لزميلها أنت ما سألتش عني يتحول بقى زي ما بيقوله كده إلى خلط اللوامة فيقوله أنت ما سألتش عني لما غبت طب هل أنت هل أنت سألت عليه يعني أنت بتقوله أنت ما سألتش عليه هل أنت سألت عليه لما كان عين هل أنت سألت عليه لما كان هو مشغول ولا كان مكتئب ولا كان زعلان لا ما سألتش زي الجيران برضو الجيران مع بعض ييجي جار مثلا مع الجيرة دي علاقة برضو حشان مباس لا ت periodically شوفها من درسول الله وسلم بين الجيرة علاقة وعلاقة قوية جدا جدا لدرجة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصين بالجارة حتى ظننتوا أنه سيورثه ويتيجي مثلا الجارة دايما تقول ايه بتراعي انتوا ما بتراعيوش ليه نظافة السلم بتقول لي جرانا انتوا بتراعيوش ليه نظافة السلم وسيبقى أولادة تون النار والليل أصواتها عالية ولا هي بتراعي جرانا يبقى ايه اللي بيحصل ده يبقى هل دي علاقة ما العلاقة عبارة عن شيء تشاركي ونفس الكلام ده بيقع في الأسرة الزوج دايما يقول لي زوجته انت ليه ما بتهتميش بيا انت ليه انا ما بشوفكيش حريصة على انك انت تعرف تفاصيلي وهي تقول له انت ليه دايما ما بتاخدش بالك من ايه حاجة بعملها جديدة العلاقة لازم تكون تشاركية يا جماعة بدل ما تلوم الشخص انت حاول تبتدي انت عشان تتشاركه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اعظم نموذج انساني بيعلمنا التشاركية في كل حاجة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يسافر مع اصحابه في سفرة يحتاجوا يكلوا فيتبحوا شاه فالصحابة يبتدوا يوزعوا الاعمال عليهم وكأنهم مش هيخلوا رسول الله يعمل حاجة فواحد يقول انا اتبح الشاه واحد قال انا اطبخ واحد قال انا اصلخ بعد ما قال اتبح انا اصلخ واحد قال انا كمان اطبخها رح رسول الله سلم عشان علاقة شركية بس ده حضرت النبي لكن حضرت النبي بيعلمنا احنا المبادئ الاساسية في العلاقات فرسول الله يقول وانا كمان اشارك معكم وانا اجمع الحطب مع اني جمع الحطب ده قال لي عمل من الاعمال دي بس الرسول الله عايز يعلمنا ان ما فيش مشاركة بتكون ادنى من مشاركة تاني فعلمنا ان الكل صلى الله عليه وسلم علمنا ان الكل لازم يشارك كمان من المشاركة كمان مشاركة الناس في احزانهم وهمومهم ومحدش يتفه من اهموم الناس ولا من احزان الناس وما يسخرش منهم ويكون قصده قال ايه ان هو لما بيسخر من احزانهم ولا من اهمومهم وهو كده بيخفف عنهم الحقيقة لا ومش معنى انا فكرة انا مش معنى ان احنا بنقول ان انت تشاركهم احزانهم ان انت تفضل تتهالك وتفضل تحزن وتفضل تكتاب لا فيه فرق ان انت تشاركهم يعني تحترم احزنهم وتعتبر ان احزنهم دي مسألة محترمة مقدرة وساعات تبقى مقدسة ما تجيش جنبها وما تشويهاش فحضرة النبي علمنا ان احنا نشارك كل الناس لدرجة ان هو يسوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يحب يعلمنا مبدأ يعلمنا المبدأ الى نهايته فحضرة النبي علمنا مشاركة الاخرين احزنهم عشان العلاقة تكون دايما علاقة قوية يعمل الكلام ده حتى مع الاطفال مرة رسول الله سلم عارف ان طفل بيحب عصفور وعنده عصفور فيروح عدت النبي صلى الله عليه وسلم العصفور مات فرسول الله سلم يقول للطفل الصغير وهو بيوسيه وبيقدر احزانه تخيل لما رسول الله هيكلمه عن عصفوره فيقول له يا ابا عمير ما فعلنه غير فهذا الطفل خلاص بقى رسول الله مرقبه بلقب فإزاي اللقب ده تعي خليه يخرج من أحزانه ولعل أكبر لما تيجي تسألني طب هو إيه أكبر حاجة ممكن تكون بتمنعنا من التشاركية في العلاقات بتاعتنا ما إحنا بنحب إن إحنا العلاقات تبقى كويسة آه بس في حاجة بتغلب علينا في حاجة من غير ما ندرأ وخاصة في العصر اللي إحنا فيه ده سمات العصر ديئت فيه سبع سمات أنا كلمتوك معنا بس فيه سمة بالذات بتمنع التشاركية وهي سمة الفردانية الفردانية زادت عندنا الفردانية بتخلي الناس كل واحد شايف إنه أهم حاجة نفسه ومش مهم الآخرين ومش لازم يبذل موجود عشان الآخرين تكون يكونوا مستريحين في العلاقة دي ولا إنه يشاركهم وفاكر إنه بكده بيرايح نفسه وبيريح دماغه وهم كل واحد بقى يراعي نفسه وأنا مش هتعب نفسي علشانهم هو فاكر كده إنه في العلاقة هو كده ارتاح وممكن على فكرة يبرر ده النفس ويقول أصل الناس بقوا وحشين وأنا مش عايز مشاكل وأنا مش عايز صداع وخليني كده أحسن في حالي وكل واحد يبقى إيه ينام على الجنب اللي رايحه مين قال إن الرحة تيجي بالانعزال عن الناس والاقتصار عنهم والفردانية الحقيقة إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمن القوي بين الرجل الحقيقي اللي بيخالط الناس وبيصبر على أزاهم زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سادة إحنا لازم نفهم حاجة مهمة جدا إن التشاركية عارف التشاركية بتعمل إيه هي الدماء اللي بتجري فيه العلاقة لإن لو ما فيش تشاركية عتحس كده إن العلاقة وكأنها حصل لها تصلب في الشرايين الدم اللي بيجري في العلاقة إن كل واحد فينا يقدم قيمة إضافية عارف التشاركية معناه إيه إن كل واحد حاسس إنه هو قيمة إضافية في العلاقة لما تتوقف أحد الإيدين عن العمل أكيد الإيد دي اسمها اليسار عشان بتيسر على اليمين والإيد دي اسمها اليمين لإنها هي اليوم اللي بتخلي اليسار حسة إن هي فيه سبب من أسباب السعادة لما دي الإيد اليمين بتضيف لها لازم نعيش هذه التشاركية إيه بقى اللي يخلينا نحس إن التشاركية قيم إضافية في حياتنا وكمان في علاقة إحنا عايزين كل يوم في رمضان نتصل بحد من أصحابنا آه نسينا مع السوشيال ميديا إن إحنا هنتصل بالناس ونعيد عن ناس ونصبح عن ناس ونقول للناس إزايكم ورمضان نجري بسرعة والناس لما تحس إن هي بتتشارك في ده الناس بتحس إن هم لسه فيه دم بيجري في قلوبهم الناس كتيرة بتحس إن حياتهم بقت جفة وبقت بردة لإن هي في الحقيقة مفيش حد بيشاركهم تعالوا نرجع مرة تانية نرجع مرة تانية نتصل بحد كل يوم من أصحابنا من زمالنا من أهلنا من جراننا ونسأل عنه نتفقد أحواله عارف التفقد أحواله ده هيخلي هيخلي العلاقة مش المياه ترجع من المجرية هيخلي الدم يجري تاني في العلاقة لازم حد يحرك الماء الراكد حرك الماء الراكد والمشاركة هتيجي مرة تانية ما تجيش تعد تتعلل تقول ما هم كمان ما بيشاركوش ابتدي إنت وشارك واتصل بيهم اتصل بناس كتيرة إنت كنت مأجل الاتصال بيهم أو حصل لك غفل عن الاتصال بيهم أو ناس الاتصال بيهم كمان العلاقة هترجع تتجدد مرة تانية وعشان كده كمان ممكن تضم لده إن أنت تخصص يوم في الأسبوع لعمل خدمة للأشخاص اللي في دوائر معرفك اللي في دائرة الأسرة اللي في دائرة الأصبحاب اللي في درقة الأهل والعائلة ده يخلي كمان فيه نشاط ويخلي الكلام ده ويا ديتي لما تيجي تعمل الخدمة كمان تتحول بعد كده الخدمة إلى عمل مشترك يا سلام ما تبقى الحاجة مهمة جدا وده الإجراء الثالث اللي أنت ممكن تعمله إن أنت تدور على أعمال مشتركة اللي تعمل تشاركية في العلاقة كل ما بين اتباني العلاقة على أعمال مشتركة كل ما التشاركية زادت في العلاقة وكل ما العلاقة تمتنت أكتر فعليك إن انت كمان في الإجراء الثالث إن انت تدور على الأعمال مشتركة وتعملها مع أهل بيتك زي ما حدثت النبي صلى الله عليه وسلم دور على الأعمال مشتركة بينه وبين السيدة عائشة وتسابق معها ودور على الأعمال مشتركة معها كمان وكان بيسمع منها القصص عن الحل المشكلات الأسرية والكلام عن أنماط الزيجات اللي موجودة زي ما كان في حديث أم زرع وأبي زرع كمان مهم جدا جدا فيه إجراء الرابع ومهم جدا إن انت تصدق بنيت إن ربنا سبحانه وتعالى إنك تصدق بنيت إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك تقصيرك فيما مضى في علاقاتك التصدق يخليك أنت حاسس إن علاقاتك بتتجدد إحنا عايزين يا سادة علاقاتنا تبقى علاقات متينة علاقات في الحقيقة ما نحسش فيها بالحول والقوة على فكرة أنت لما بتشارك الناس في علاقاتك وعلاقة تتبني على التشاركية أنت بتحس بمدد ربنا لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول على لسان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثلث الشريكين عارف يعني إيه كلما كنت عايز العلاقة دي تكون محل نظر الله سبحانه وتعالى تشارك كلما تكون أنت عايز العلاقة تكون أمتا ومغزولة بقيوط من نور تشارك كلما تتشارك كلما تحس بالبركة كلما تحس بالفتح كلما تحس بحياتك بيسري فيها مش دم بيسري فيها نور وبيسري فيها بركة من عندي الغفور سبحانه وتعالى يلا نتشارك عشان نحس بالبركة ونحس بالنور ونحس بالرحم بعد الفاصل نكمل كلامنا عن التشاركية وكمان نتلقى أسئلتكم المباركة عشان نتشارك معكم علاقة وهي مجلس العلم المبارك اللي ما ينفعش يكون نوره وبركته من غير أسئلتكم المباركة